موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابة وقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث اليوم مشاهدين الكرام وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة افتتح مبادرة مستقبل الاستثمار وهي المبادرة التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض يشارك فيها أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم لمناقشة الفرص والتحديات التي ستشكل وجه الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية على مدى العقود المقبلة أيضا أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله اليوم إطلاق مشروع يونيوم مشروع نيوم عفوا يأتي مشروع نيوم في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وشيء جديد وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة إيرانة الشعب السعودي الشعب الذي يعيش في هذه السحراء لديه الكثير من القيم والمبادئ والركائز لكن لأنها عاش في هذه السحراء لمدة طويلة لديه خصتين مهمة الأولى دهاء هذا اللي جعلها يعيش في سحراء صعبة والثانية عزيمة جبارة تجعلها يقاوم أي شيء ويصل لأي شيء ما تم اقتنع فيه واليوم لدينا شعب مقتنع نعمل معه بشكل قوي للوصول المملكة العربية السعودية ومشاريعها وبرامجها إلى أفاق جديدة في العالم فلكي يختم ما هو نيوم بشكل مختصر الفرق الذي سوف يكون في نيوم كزون وكالمدينة سوف تكون في داخل نيوم مثل الفرق بين هذا الهاتف وبين هذا الهاتف هذا ما سوف نعمله في داخل نيوم وأشار سمو ولي العهد إلى أن المملكة تتقدم بخطة واثقة وثابتة في برنامج ضخم يهدف إلى التطور والتغيير والطموحات ولا حدود له أغنبي طلعوا على خبر إعلان نيوم وقرأوا ما هي تسعق بعثة التي نركز عليها لإنشاء هذا الزون وهذه المدينة في قلب هذا الزون فهناك فرص كثيرة جدا نعمل عليها ونحاول أن لا نعمل فقط إلا مع الحالمين لأن هذا المشروع ليس مكان لأي مستثمر أو أي شركة تقليدية هذا مشروع فقط موقع ومكان للحالمين الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم وبيّن سمو ولي العهد أن الشباب السعودي والمملكة لن يضيعا ثلاثين عاما أخرى في التعامل مع الأفكار المتطرفة 70% من الشعب السعودي أقل من ثلاثين سنة وبكل سراحة لن نضيع ثلاثين سنة من حياتنا فالتعامل مع أي أفكار متطرفة سوف ندمرهم اليوم وفورا نريد أن نعيش حياة طبيعية حياة ترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطن وطن العالم فهذا أمر أعتقد أنه تخذت خطوات في الفترة الماضية واضحة وأعتقد أنه سوف نقضي على بقايا تطرف في القريب العاجل وأكد سمو ولي العهد أنه يعد نفسه واحدا من عشرين مليون نسمة هم المحفز والدافع للأمام أنا واحد من عشرين مليون نسمة أنا لا شيء بدونهم وأنا أقل وأضعف مثال فيهم كلهم هم من يحفزوني وهم من يدفعوننا للأمام وفي نهاية حديثه وعد سمو ولي العهد جميع المناطق بأن تحدث فيها نقلة نوعية مثل منطقة تبوك التي أصبحت خامس المدن السعودية التي تسجل على خارطة العالم لدينا اليوم في السعودية أربع مناطق مسجلة على خارطة العالم الرياض ومنطقة مكة والمدينة والمنطقة الشرقية اليوم أهني أهالي منطقة تبوك بأنها سوف تسجل في خارطة العالم بعد مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم وأعد جميع المناطق بأن سوف يحدث فيها نقلة نوعية مثل منطقة تبوك أهلا بكم من جديد في مورا الحدث نناقش إذن في هذه الحلقة حدثين هامين شهدتهما العاصمة الرياض هذا اليوم وهما مبادرة مستقبل الاستثمار التي تصديفها المملكة العربية السعودية وتشهد هذا الحضور الهائل من قبل شخصيات رائدة في مجال المال والأعمال وأيضا الحدث الآخر المهم أيضا هو مشروع نيوم والذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله اليوم وأعلن عنه خلال جلسات هذه المبادرة أرحب بضيوفي للحديث عن هذا المشروع وهذه المبادرة معي هنا في الستوديو المهندس عمر أحمد باحليا ورئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية أهلا وسهلا بك مهندس أهلا مرحبا شكرا كذلك الأستاذ تركي حسين فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية أهلا بك شكرا أيضا معي عبر الأقمار من واشنطن الدكتور نبيل ميخايل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن أهلا دكتور نبيل أهلا وسهلا شكرا على الدعوة الكريمة أبدأ معك مهندس عمر حول هذه المبادرة سنتحدث بالتأكيد بالتفصيل عن هذا المشروع المهم الذي أعلن عن إطلاقه سمولي العهد وهو مشروع اليوم ولكن المبادرة بشكل عام التي استضافتها الرياض وشهدت هذا الحضور المهم تركز على ثلاثة محاور التحول في مراكز القوة نماذج جديدة في عوالم الاستثمار أيضا الابتكار لعالم أفضل بودة أن توضح للمشاهدين ماذا تعني هذه المفاهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام أولا المملكة في رؤيتها 20-30 ظهرت بصورة جديدة للعالم وأظهرت قدراتها وإمكانياتها سواء الكامنة أو الظاهرة فبالتالي أصبحت المملكة قبلة للمستثمرين وجاذبة للاستثمارات بكافة أنواعها في هذه المرحلة كما ذكر سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المملكة لا تريد مشاريع فقط مشاريع تقليدية أو مشاريع كيفية أو كمية إنما تبحث عن مشاريع نوعية ومشاريع ذات قيمة مضافة جديدة على مستوى العالم فانطلقوا وهذه موجودة في الرؤية 20-30 إذن هي تطبيق لما تم رصده خلال الرؤية 20-30 وبدأت ترجمة الرؤية 20-30 من خلال مشاريع حسية تستطيع أن تراها على أرض الواقع وتطبق ما نرن إليه من إيجاد أو تنويع مصادر الدخل من خلال مشاريع مختلفة وعدنا قبل سنتين بدأنا نجني الثمار بدأنا نرى على أرض الواقع ما كنا نحلم به فتحولت الأحلام إلى حقائق المرحلة القادمة إن شاء الله هي النزول إلى الميدان وبناء هذه المشاريع التوقيع مع كفاءة عالية مثل السيد نيكول لإدارة مشروع نيوم وكذلك جذب شركات ضخمة أمريكية وشرقية وأوروبية إلى المملكة العربية السعودية وعضور هائل يعني أول حضور دولي يصل إلى 2500 شخص عادة لا يتعدى الحضور ألف ألف وشوية وربما معظمهم سعودين اليوم نجد أن معظم الحضور غير سعوديين وغير سعوديين مستثمرين وكذلك صناع قرار إضافة إلى مدراء صناديق ما قرأت أن الحضور هناك في الحضور من يدير 2.2 تريليون دولار لمدراء صناديق مختلفة على مستوى العالم فهذه لوحدها إنجاز للمملكة في جذب مثل هالنوعيات من المستثمرين وهالنوعيات من الرجال الأعمال وسيدات الأعمال نعم أستاذ تركي يعني دور هذه المبادرة في تفعيل خطة المملكة ورؤيتها الاقتصادية 20-30 التي تهدف لتعزيز قدراتها الاستثمارية وتنوعها الاقتصادي نحن شهدنا منذ إعلان هذه الرؤية وإعلان هذه الخطة مباشرة بدأ العمل توقيع اتفاقيات مع دول رائدة صناعيا كان هناك الكثير من المشاريع مشروع البحر الأحمر مشروع القدية في الرياض وأكثر من المشروع والآن يأتي مشروع نيوم الذي سنتحدث عنه لاحقا ولكن هذا الحراك الاقتصادي من المملكة العربية السعودية في تفعيل هذه الخطة وأتحدث بالتحديد عن هذه المبادرة التي تستضيفها الرياض كيف ستساهم في تفعيل خطة أو رؤية 20-30 بداية صندوق الاستثمارات العامة شاهدنا مع التغير الذي حدث في الرياض في إعادة هيكلة كبيرة حدثت لصندوق الاستثمارات العامة وهو الدراع الاستثمارية الحكومية للعديد من المشاريع والقطاعات اليوم صندوق الاستثمارات العامة يعتبر ضمن أكبر 3 أو 4 صناديق عالميا وبالتالي معظم مدراء وصندوق الاستثمار اللي موجودين اليوم في هذا اللقاء بفعل المشاريع اللي بتحقق أهداف الرؤية جاءت المبادرة هذه لتغلق جزء كبير من المشاريع اللي بيحتاجها الاقتصاد لتحقيق تنويع مصادر الدخل لكن ليس فقط لتنويع مصادر الدخل هناك العديد من القطاعات اللي اليوم تم ذكرها في مشروع اليوم وفي المبادرة هي تمثل قفزة إلى الأمام بشكل كبير جدا للاقتصاد السعودي واليوم العديد من العلوم عالميا حدثت فيها تغيرات جوهرية عالمية العالم منذ عام 2015 اختلف عن العالم قبل عام 2015 فعليا السنتين الأخيرة هناك تطبيقات عديدة بدأت دول العالم للانتقال لمرحلة أخرى اليوم سيد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق هذه المبادرة وهذا المشروع والقطاعات التسعة التي تستثمر فيها عندما ذكر أن هذه المدينة لن تكون للشركات التقليدية إنما للحالمين هذه إشارة مهمة جدا لأنه اليوم آخر خمس سنوات ما حدث فيها من تغيرات جوهرية في العديد من العلوم من المتوقع أنه يغير من موازين القوة العالمية وبالتالي المملكة اليوم بموقعها الجغرافي وبالموقع الذي تم اختياره ما بين قارتين وبالقرب من جسر الملك سلمان متوقع ربط قارة آسيا بقارة أفريقيا سوف يحقق علامة كبيرة في المنطقة الأمر الآخر هذه المنطقة من ضمن المزايا التي فيها منطقة تبوك تعتبر أكثر منطقة في الشرق الأوسط فيما يخص أشعة الشمس لأجل ذلك مع الاتجاه نحو المصادر المتجددة هذه التفاصيل في مشروع اليوم سنتحدث عنها إن شاء الله في محور خصصنا في هذه الحلقة للحديث ولكن أيضا هذه المبادرة مهمة أيضا دعني أسأل الدكتور نبيل ميخايل والذي بالتأكيد تابعت الجلسات بعض الجلسات التي بدأت اليوم لهذه المبادرة مبادرة مستقبل الاستثمار المملكة تستضيف هذا العدد تنوع دول مختلفة يشارك منها ممثلون مؤسسات شركات عالمية رائدة في الابتكار وإدارة المال والأعمال تشارك في هذه الندوات وهذه الجلسات هل بالفعل المملكة الآن تتجه لتقود تحولا اقتصاديا عالميا من خلال مثل هذه المبادرات ومن خلال المشاريع العالمية التي أطلقتها مؤخرا تحية لحضرتك والسادة المشاهدين والمشاهدات والضيفان الكريمين الإجابة بنعم لا يمكن على شخص أن ينكر هذا أو يقلل من شأن هذا المؤتمر عندما وصلي المعلومات الخاصة بي قرأت أسماء مثل رئيس سابق لجامعة هارفورد رئيس شركة بلاكستون وهي أحدى كبار شركات إدارة الأموال ماني مانجمنت في أمريكا بعض الشخصيات العامة زي أريانا هافنجتون رائدة في مجال الصحافة الإلكترونية فهذا مكسب كبير للإعلام السعودي للاقتصاد السعودي وأيضا لإقتصاد منطقة الشرق الأوسط لكن ما أريد أن أركز عليه منطلقا من وجودي في الولايات المتحدة ألا هو القضية الخاصة بكيف تكون الاستثمارات السعودية والنمو الاقتصادي السعودي سبب هام في الاقتصاد الأمريكي أو سبب في تغيير آليات الاقتصاد الأمريكي طبعا سيكون موضوع كبير لكني أركز على نقطة واحدة عندما قام الرئيس ترامب بزيارة جلالة الملك سلمان في مايو الماضي وحصلت قمة الرياض وهي حصلت بتطيع إعلامية مهمة كان هناك اتفاق على تبادل تكنولوجي واسع نطاق ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معنى هذا أن قطاع اقتصادي هام في أمريكا زي ما يعرف باسم وادي السيليكون أو السيليكون فالي المنطقة في ولاد كاليفورنيا التي تضم شركات مثل جوجل مثل أبل مثل فيسبوك وغيرها وهي استثمارات بمليارات الدولارات ستعيد من سياستها الاستثمارية والتكنولوجية والعلمية والاستهلاكية لمقابلة عرض هام لمقابلة تحدي اقتصادي هام ألا وهو زيادة التعاون مع المملكة العربية السعودية يعني معنى هذا أن إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي سيؤدي أيضا إلى إعادة اقتصاد هيكلة سيليكون فالي أو وادي السيليكون مكان صناعات الكمبيوتر والسوفتوير وهذا لا شك فيه أمر مهم جدا ليس فقط للاقتصاد الأمريكي لكنه أيضا للاقتصاد الدولي فدعنا نركز على قضية هام أن هيكلة الاقتصاد السعودي ستؤدي إلى أيضا إعادة هيكلة قطاعات هامة وحيوية في الاقتصاد الأمريكي وهذا سيكون عامل مهم جدا في حيوية وديناميكية الاقتصاد الدولي لفترة عقود قادمة نعم مهندس عمر بالنسبة للمبادرة لها عدة أهداف من ضمن أهدافها أن تشكل منصة للتواصل بين قادة من هم مؤثرون في مجال المال والأعمال من خلال هذه النقاط والصناعات نعم فالآن بعد هذه المبادرة وبعد هذا الحجم الكبير الذي يشارك بها منتظر منها بالتأكيد نتائج تتوازى مع هذا الحجم لاحظ ملاحظة قوية زي ما قلت في البداية أن الموجودين هنا إما مدراء صناديق قائمة أو صناع قرار لشركات ضخمة جدا وجود هالنوعيات من المفكرين وصناع القرار يخلق مناخ استثماري مختلف لأن كلمة سيد العمير محمد بن سلمان أنه نبحث عن الحالمين هذه عبارة عن سلوغن وتعني أن هذه عبارة يجب أن نأخذها كمعيار وندمج كل ما نريده من خلالها الحالمين الصناديق عبارة عن ماذا؟ ليست أموال مركونة في خزائن إنما الصناديق عبارة عن مشاريع موجودة على عرض الواقع ومحفزة أو ما يسمى بالفينتر كابيتل يمكن الأستاذ تركي أعلم مني فيها الفينتر كابيتل هذه عادة تبحث عن الأفكار الجديدة والبناء الخلاقة ولا تبحث عن أفكار تقليدية وهناك ما يسمى بإكس اللي هو الضرب رقم فلما تضع مليون دولار تتوقع أن المليون دولار في خلال خمسة سنوات إلى سبعة أو عشر سنوات يتضاعف سبع مرات عشر مرات بحيث أن تصبح عندك ثروة متسارعة اللي قاعد يصير اليوم نستثمر خمسمائة مليار نضعها أمام المستثمرين لكن خمسمائة مليار هذه ليست عبثاً إنما هي محفز للأفكار الحالمة لتأتي إلى المملكة والمملكة على فكرة مهمة جداً أن نفهم كمواطنين المملكة جاذبة اليوم للاستثمار أنا بدأت في ترويج الاستثمار المملكة من عام 2000 ولم أجد عزوف عن الحضور إلى المملكة لأي مستثمر الكل منجذب إلى استثمار هذه هي النقطة التي كنت أود إثارة مع الأستاذ تركي أنا قبل أن ننتقل إلى المشروع المهم والذي كان حديثاً عالمياً هذا المساء موضوع جذب المملكة للاستثمار وقدرتها على إقناع المستثمرين مباشرةً حتى صنديق كبرى كانت تم التوقيع معها في استثمارات وشراكة مع المملكة العربية السعودية الشركات لها ثقلها على المستوى العالمي استطاعت أن تستثمر وتشارك المملكة العربية السعودية في استثماراتها إذن المملكة أصبحت أو هي من خلال ما أحبها الله من ثروات هي مقنعة للمستثمرين للتعامل معها وعقد شراكات للاستثمار المستقبلاً نعم العديد من المشاريع التي قامت بها ووقعت خلال السنتين الأخيرة العديد من الشركات كانت بعضها ضمن البنية التحتية طبعاً الموقف السياسي والمالي والاقتصادي للمملكة موقف قوي جداً يجعل عديد من الشركات في ظل الأزمات التي تعانينها العديد من الدول أو بعض القطاعات تنظر بشغف إلى المشاريع التي سوف تقوم بها طبعاً ضمن رؤية المملكة 2030 هناك ورشة إصلاحية متوسطة وطويلة الأجل في العديد من القطاعات وبالتالي هناك مشاريع كبيرة إن كانت كمطارات أو بنية تحتية أو خلاف وهذه جعلت العديد من الشركات العالمية تفيد إلى المملكة في هذا الجانب طيب ننتقل لموضوع أو مشروع اليوم والذي كما ذكرنا أعلن عن إطلاقه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يحفظه الله هذا المشروع الحالم الذي من خلال عزيمة بالتأكيد ومن خلال ثقة وإصرار من سموه سنراه قريباً يتحقق على أرض الواقع على أرض المملكة العربية السعودية وأبدأ بالحديث عنه مع الدكتور نبيل ميخايل الأستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن هي مدينة للحالمين فقط ليس هناك مكان للشركات التقليدية والأفكار التقليدية كما ذكر سمولي العهد اليوم وهو يتحدث عن هذا المشروع دكتور نبيل هذا المشروع كيف سيكون جاذباً استثمارياً عالمياً في الفترة القريبة القادمة من خلال المميزات والصفات التي ذكرها سمولي السؤال مهم لأنه مستقبل منطقة الشرق الأوسط نعم نعم حاضر هو سؤال مهم لأنه يمثل مستقبل لمنطقة الشرق الأوسط رغم استخدام تعبير الحالم يجب أيضاً أن نكون يعني جدين في استخدام عبارة الواقعية لأنها مشروع واقعي المشروع سيتم تحقيقه طالما عناينا في منطقتنا العربية من مشروعات تنمية تفشل ولا يتم استكمالها أو تكون مصممة بطريقة خطئة هذا مشروع براميسينج واعد جذاب وسيكون ناجح ما هي العوامل غير التقليدية أولاً اهتمامه بحجم الاستثمارات نفسها يعني أرقامها ستكون كبيرة لم تستطيع أي خطة تنمية استجزاب هذا العدد من الاستثمارات والأرقام من قبل فالكمية الكم والكيف عامل هام الأمر الآخر أيضاً هو الاهتمام مامات الأخرى مثلاً أن هذا المشروع سيرعي عوامل البيئة الآن مثلاً نسمع عن شركة جوجل شركة أبل تراعي في تصميم مكاتبها وهي مساحات ضخمة أن تكون هناك مراعاة للبيئة ستكون هناك أيضاً مفاهيم جديدة في شكل وأسلوب الأداء الوظيفي بمعنى مثلاً نسمع أن شركة فيسبوك لها أسلوب معين في إدارة حوالي 15 ألف عامل أو موظف لديها فسنسمع عن أفكار جديدة مفاهيم جديدة تطور أسلوب العمل سواء من حيث تصميمه أو من حيث أداءه أو من حيث تجميع الطاقات هذا أمر ريادي سيكون له تأثير على مفاهيم وفلسفة العمل ستكون أيضاً نوع من الابتكار حتى الشركات الكبيرة مثلاً زي IBM أو غيره لا تبحث فقط عن فرص اختراع في مكاتبها في نيويورك أو في بوستون أو في كاليفورنيا بل تبحث عن فرصة في كاراتشي في نيو ديلي في نيروبي في ليجوز فلما نسمع عن اختراعات تصميمات أفكار جديدة قادمة من المملكة العربية السعودية أعتقد أن هذا سيكون عامل هام جداً في مفاهيم الاختراع والابتكار لدى الشركات الكبرى وغيرها فأعتقد أنه سيخلق صفوة جديدة صفوة جديدة علمية فكرية مهنية في المملكة العربية السعودية وبالتالي سنعكس هذا على دبلوماسية سعودية قوية في مجال الاقتصاد في مجال الأمن القومي وفي مجال السياسة وفي مجال العلاقات الدولية لمصلحة كل شعوب العالم مهندس عمر هذا الموقع المشروع شمال غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر منطقة ممتدة تربط بين المملكة العربية السعودية وجزء من حدود الأردن وأيضاً حدود مصر لماذا تم اختيار هذه المنطقة بالتحديد؟ كيف سيكون دورها في نجاح هذا المشروع؟ لماذا اختيرت المنطقة؟ هذه منطقة استراتيجية وهي أحد مداخل المملكة يعني تبوك تاريخياً هي محطة رحلات تجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كان أحد محطاته في رحلاته التجارية من مكة كانت تبوك إلى أن يصل إلى بلاد الشام ويرجع فتبوك تعتبر بوابة الجزيرة العربية من الشمال ثانياً هي أيضاً من ناحية الأفريقية قريبة من جسر الملك سلمان وهذا يعني يربطنا مع القارة الأفريقية وليس فقط جمهورية مصر العربية فأنت تتحدث عن قارة واعدة والقارة السوداء هي الثروة القادمة للعالم الجزء الأخير إن شاء الله أنا شخصية متفالة أنه خلال الخصيب سيعود إن شاء الله إلى مرحلة السلام وسيكون شريكاً آخر للمملكة العربية السعودية في النهضة والسلام والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط فبالتالي ربما الأسبوع اللي فات كانت هناك أول رحلة سعودية إلى بغداد وأول وفد تجاري إلى بغداد فهذا سيحفز إن شاء الله مستقبلاً على منطقة آمنة تكون مدخلة ليس فقط للمملكة ولكن لجزيرة العربية نعم إضافة إلى البحر الأحمر ولا ننسى أيضاً يعني أنت تتكلم على منطقتين شمال سيكون مدخل إلى البحر الأحمر إلى أن تصل إلى الجنوب من عند مضيق باب المندب وبالتالي القرن الأفريقي هناك 500 مليون ستخدمهم محيط المملكة محاطبة تقريباً في خلال ساعتين بما يعادل 200 مليون كثافة سكانية فبالتالي ستعطي المملكة مكانها وما يسمى بهب للاستثمارات لكن النقطة في اليوم الجديدة هي أنه سيكون يمكن تكلمنا عليها تحت الهوى الاستثمار الافتراضي لن يكون هناك مثلاً مول ما في تقليدية نعم شيء غير تقليدية سيكون كل ما ينشأ في مناخ افتراضي جديد لينقل العالم إلى المرحلة القادمة زي ما قال الأستاذ تركي أنه بعد 2015 انتقل العالم يمكن كتاب شواب كان مفسره في الثورة الصناعية الرابعة أنه سينقل العالم من العالم الواقع إلى العالم الافتراضي فهنا اختيار الأمير محمد بن سلمان لكلمة يمكن أن أختلف شوية مع الأستاذ نبيل أنه اختيار الأمير محمد لكلمة الحالم هي جزء من الواقع الافتراضي لأن الواقع الافتراضي عنده مساحة ضخمة جداً لا تحدى الكرة الأرضية فبالتالي اختيار دقيق لم يكن اختيار عشوالي هي ممكن أن تكون حلم ولكن ستتحقق فكرة المشروع اليوم تركها حتى سمو الأمير وهو يتحدث اليوم عن هذه الفكرة وهذا المشروع بأنها كل ما تستطيع أن تتخيل ممكن أن يكون في هذه المدينة أو في هذا المشروع حتى الآن لم تحدد أساليب مثلاً التنقل كيف ستكون طريقة البناء كيف ستكون التقنيات المستخدمة هنا إنما هي ستكون من خلال ابتكارات جديدة ربما بعضها موجودة ويطور والبعض الآخر لم يكن موجود وسيطبق على هذه المدينة يسمح لي أعطي هناك تسعة قطاعات رئيسية ذكرت في مشروع نيوم هذه القطاعات التسعة الرئيسية هي الطاقة والمياه التنقل التقنيات الحيوية الغذاء العلوم والتقنية الرقمية التصنيع المتطور الترفيه المعيشة كركيزة أنساسية لباقي القطاعات إكمالا لهذا النقطة بما ذكروا المهندس أمر قبل قليل اليوم العالم التغيرات التي تحدث فيه تغيرات سريعة الجيل الذي ولد في الستينات والسبعينات والثمانينات يعي هذا الحديث الذي أقوله لأنه في فترة التسعينات كانت هناك نقلة كبيرة في وسائل الاتصال وتكنوجيا الاتصال عندما تحولت الأقمار الصناعية للاستخدامات التجارية وفي أسر التسعينات ظهر الإنترنت والساتيلايت والجوال في نفس العشر سنوات اليوم الأمير محمد بهذا المشروع بهذه القطاعات يقفز بالمملكة إلى عقود إلى الأمام حتى نصل إلى آخر ما وصلت إلي هذه العلوم في هذا المشروع من المتوقع أن يكون عدد الروبوتات الآلية أكثر من عدد البشر الفعليين ضمن المنتدى هناك روبوت اسمها صوفيا هذا الروبوت آخر ما وصلت إليه التقنية يتجاوب مع الشخص الذي أمامه بانعكاسات المشاعر على الإنسان النقطة الأخرى أيضا هذه المشاريع البعض منها في مراحل نهائية والبعض منها سوف تمثل قفزات لكن المنطقة الجغرافية التي ذكر قبل قليل المهندس عمر ما بين أفريقيا وما بين آسيا تشير الدراسات للبنك الدولي وصندوق النقل الدولي على مدى الثلاثين عام القادمة سوف تنتقل موازين القوى من الشمال إلى الجنوب من أوروبا إلى أفريقيا ومن الغرب إلى الشرق وبالتالي منطقتنا من الصين إلى غرب أفريقيا سوف تكون المكان المحوري للعالم وأعتقد أنها سوف تجعل المملكة العربية السعودية في المنطقة سوف تكون هي الاقتصاد الرئيسي ضمن المنطقة بشكل كامل نعم طيب أنقل الحديث لدكتور نبيل الأمير محمد بن سلمان اختصر وهو يتحدث عن هذا المشروع واقتصره بأنه الفرص خيالية في نيوم نريد أن نحجز مكانا في المستقبل إذن هذا المشروع الذي قد يعتقد البعض أنه خيالي قد يعتقد البعض أنه سيحقق أحلام ربما لم يتم تحقيقها من قبل أو لم يفكر الآخر في تحقيقها الآن ستكون واقعة ومحققة في هذا المكان كيف سيخدم هذا المشروع المبتكرين والمبدعين ومن يريد أن يقدم شيء ربما يغير في نمط الحياة في أسلوب المعيشة ويخدم من خلال البشرية طبعا هو رصد له 500 مليار دولار لهذا المشروع على أرض خام ستبنى وحتى تشريعاتها ستكون من قبل المستثمرين ومن قبل من يريد الاستثمار في هذه المنطقة نعم هذا سؤال هام لأنه يطرح رؤية مستقبلية لكل المنطقة العربية وأيضا للعالم الإسلامي دعني أوضح أنه لم أستبعد تعبير حالا بالعكس يجب أن نحلم ويجب أن يكون لنا تقاط وملكات فكرية وخيالية هذا ما يحقق الإبداع أنا قلت أريد أن أضيف أيضا كلمة واقعية لأن طالما معانينا في العالم العربي من خطط غير واقعية تطلق الشعارات لكن التنمية تفشل فهذا مشروع هالم وأيضا مشروع واقعي أما عن كيفية إحداث التغيير طبيعة المنتج الاقتصادي والتكنولوجي نفسه هذه صناعات متقدمة هذه صناعات تحتاج إلى عقول ممتازة فإذا وفرت المناخ الطيب الملائم لها لا شك أنها ستكون منتجة يعني مثلا ممكن نسمع عن قمر صناعي سعودي مصنوع 100% بقدرات محلية ممكن مثلا نسمع عن آيفون أو جهاز كمبيوتر أو مثلا سكانر كل تلك المنتجات التكنولوجية وعليها شعار صنع في السعودية أو صنع بالتعاون مع بلدان عربية وإسلامية كمجهود محلي وأصبحت مجهودات دولية يعني الاقتصاد الدولي نفسه سيتأثر لو وجدنا مثلا إحدى الشركات العاملة في هذا المشروع الكبير لديها مصمم يطرح أفكار خاصة بالصوفتوير وبالهاردوير فأكيد طبعا مجلات مثل فاست كامباني مثل إنك مثل فوربس مثل فورتشن صحف مثل الفينانشل تايمز أو الولول ستريت جيرنال كلها ستهتم بإبراز هذا الإبداع سواء من مواطن سعودي أو من مواطن خليجي أو من مواطن مصري أو مغربي فالسعودية ستطرح للجميع فكرة أن يتقدموا ستعطي فرص لدول إسلامية فقيرة مثلا زي موريتانيا زي غينيا بأنهم يخرجون صفوة علمية تكنولوجية لهم هناك نقطة أخيرة أحب أن أشير لها أن هذا المشروع وهذه القدرات الإبداعية المستقبلية ستعرف ما هي ظاهرة العولمة البعض يفهم أن العولمة هي محاولة من الغرب للسيطرة على كافة بقاع العالم لكن لما نجد مثلا دولة زي الصين لما نجد المملكة العربية السعودية تطور تكنولوجية هائلة ومزهلة هذا سيعيد مصاري العلاقات الدولية ويعطي تعريف آخر للجلوباليزيشن أو العولمة أن الدول غير الغربية تستطيع أن تسود علميا وفكريا واقتصاديا وأيضا استراتيجيا على المدى الطويل نعم طيب سؤال الأخير في هذه الحلقة وسيكون بالتقسيم بينكما الأستاذ التركي وأيضا مهندس عمر عن انعكسات هذا المشروع وهذه المبادرات على الاقتصاد المحلي وعلى المواطن السعودي بالتأكيد يتساءل المواطن كيف سيكون دوره أو أين سيكون دوره في هذا المشروع وفي هذه المبادرات أحد الجواب لأستاذ تركي دقيقة دقيقة طبعا هذا المشروع المرحلة الأولى من الآن إلى عام 2025 ستستمر لكن النقطة المهمة والجوهرية أنه بإمكان أي إنسان يحلم بأي منتج بالإمكان وجد في العالم بالإمكان أنه يعني يصل إليه اليوم تطبيقات هذه التكنولوجيا سوف تخدم الإنسان في النهاية اليوم العلم وصل أن العمليات الجراحية تجرى عن طريق روبوت آلي وبالتالي سوف تنخفض نسبة الخطأ بشكل كبير جدا القيادة الآلية عبر التقنيات التي ستحدث بعد 2020 سوف تغير من حياة البشر وسوف تغير من نماذج الأعمال جميع الشركات والأعمال وأصحاب الأعمال اليوم يفكرون أنهم يعيدون نماذج أعمالهم يعيدون سياغتها بشكل جديد مهندس عمر البحث عن مناخ مناسب للاستثمار هو ما أوجده هذا المشروع وبالتالي سيفيد ليس فقط المواطن السعودي وليس فقط المواطن العربي إنما العالم ككل مثل هالمشاريع ستكون جاذبة للتقنية كما ذكر الأستاذ تركي جاذبة للأحلام جاذبة للرؤوس الأموال فتضع اليوم 500 مليار في خلال 2030 إن شاء الله سيكون الـ 500 مليار 2 تريليون كما نحلم لكن ما يجب أن نعمله في هذه المرحلة أن نكون جاددين البيروقراطية وعيد البيروقراطية البيروقراطية يجب أن تقتل يجب أن تقتل حطها في الصفات يكتلوها طيب وكلمة سمولي العهد اليوم بالفعل أوضحت كيف سيكون دور المواطن عندما قال أنا بدون المواطن الملاشري وأحتاج إلى هذا الدعم وأحتاج إلى المشارك وعلى فكرة أنا كمواطن وأنا كمواطن من هذا المقام أشكر سيدي سمو الأمير محمد بن سلمان على دعمه للمواطن السعودي من خلال هذه الحبارة أشكرك مهندس عمر أحمد باحلي ورئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية شكرا جزيلا شكرا أيضا للأستاذ تركي حسين فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية شكرا جزيلا شكرا أيضا لضيفي من واشنطن الدكتور نبيل ميخايل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن تحدثنا في هذه الحلقة عن مبادرة مستقبل الاستثمارات التي تستضيفها الرياض خلال هذين اليومين وأيضا عن مشروع اليوم هذا المشروع الخيالي العملاق الذي سيتحقق قريبا على أرض المملكة العربية السعودية شكرا لكم على طيب متابعاتكم وشكرا لكم على اشتركوا في القناة وشكرا لكم على اشتركوا في القناة